اشتركوا في القناة ثلاثة مع القبار الحليب بودرة مجفف بعض الزعتر و بعض الملحة بعض البزار بعض التومة ببودرة و نحتاج المدافع لكي نجمع العجين و بالنسبة للصالصة و بالنسبة للحشوة على حسب الاختيار العجينة التي توجد في المقلاة في المقلاة نحتاج 1 كيلو طحن فورس 1 كيلو طحن فورس مع القبار السندة كبيرة مع القبار الخميرة المعجونة حبيبات الفورية نس كاس زيت البلدية ثلاثة معالق كبار حليب بودرة مجفف حليب غبرة حليب زعتر و ملحة حليب زار و ثومة بودرة و نحتاج المدافع لكي نجمع العجين فبطريقة العجينة عادية سوف نأخذ واحد الإناء غارة كلها قصرية صغيرة و سوف نقوم بها نس كيلو طحن فورس مع القبار السندة كبيرة مع القبار السندة كبيرة مع القبار الخبز حبيبات مع نس كاس الزيت البلدية مع الثلاثة مع القبار حليب بودرة مجفف مع بعض الزعتر و ملحة و البزار و ثومة بودرة و لا نقوم بودرة و نخلط النواشف مع بعضهم ثم نضيفه 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 نغطيه بلاستيك الغذائي و نضيفه فهل تخمر من الله في المنزل و نقوم بها و نقطعها اما بالقبار التفجير اما بالقبار السنين اما بالقبار المربع و الأختيار سواء لا تنسع بها لا تنسع ليس من الآلاثة لنكولة فهو نكتب نقوم بعمل عجينة نقوم بعمل عجينة نقوم بعمل عجينة نقوم بعمل جيدة نقوم بعمل صواني ونطلب عجينة نقوم بعمل على مكعبات نقوم بعمل مكعبات تضح الصفق بالتحن الزيت البلدية والمالح يزار الزيت الزيت البلدية وممكن أن نضع صفق السلسة على حسب كل واحد وأكيد على أنه اللي بغير يدير صلصة البيضاء أو لشيف محمد يعني في الوصفات قدم لنا صلصة ديال الجبن فعلى حسب الرغبة ديالكم فكيف قلنا ومنين كان قطعوها مزيان ديك الساعة صفي كان تكوهم بالفرشيطة وكان طيبوهم على جهتين في المقلة نصخنوا المقلة ونقصوا العفية متوسطة يعني متكونش ناقصة مهيلة ومتوسطة صفي وكان طيبو هاد البيتزات على جهتين دغيتي طيبو دغيتي وجدو خاصري ما تكونش العجينة غليدة بزاف صفي مباشرة كان دهنو بلاصوس سلصة ديال ماطيشة كان كنو شحرنا متلا شوي ديال كفتا او لصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيرين او لاغيطون آآ نشحروا غيل بصلة متلا مع الفلفلة مهم نتوما تفنو على حسب لي موجود اول حاجة ولا حسب رغبة ديالكم شنو كتبغيون كافراد الاسرة في الحشوة ديال البيتزا وديك ساعة اكيد كان ديرو آآ يعني كان ديرو يعني له الفرماج من الفوق نديرو شوي ديال الزيتون بالنسبة للفرماج اللي عندو ديك المقلة اللي فيها لغت ديالها إلي ما كانش ناخدو مثلا اللغطة ديال الجاج ديال اي طنجرة عدنا وكنديرو على المقلة باش هدك البوخار ديال ديك المقلة ديال البوخار ديك سخونية ديال ديال داك اللغطة كينزل على آآ لوجه ديالبيتزا وكيدوب لنا داك الفرماج آآ فاعني بطريقة سهلة آآ دغية كتوجد يعني غير في المقلة ومشكورة جدا آآ يعني لصاحبة الوصفة سنة أم ريام المراكش أم الأولاد اللي كانوا جلاتي حيا كبيرة وكنشكرها بزاف على كتابة الوصف واللي آآ كتقدمهم دائما باش نفيدوا المستمعات كيف ممكن أنكم توجدوهم اديروا لاحوش ولا والو يعني توجدوهم الكيمية اللي بغيتوا وحسبوا مثلا ثمانية ولا عشرة على حسب عدد أفراد أثرة آآ يعني جوج جوج الواحد وديروهم في البلاستيكات وديروهم في المجمد يعني فقم ما تبغيوهم صافية تخرجوهم وديروا اللي بغيتوا ممكن ما ديروا السلصة مطيشة ديرو غير هات السلصة ديال الجبن ركت جيزوينة فعلى حسب الرغبة ديالكم غامشي اقترح تاني دائما من جناني عندما حصلوا على سنة أآآ أم الأولاد ولي هي كيكا ديال خيزو كيكا ديال الوجيزو كيكا ديالragاة مهرميش في المقادير جوج college خمارات ديال udah TagesPan practice مقادير الكيكة نحتاج الكريمة نحتاج الكريمة نحتاج السطر الحليب مع القبار مع القبار ساندة مع سشة الفاني هم المقادير الكريمة في نسبة لكيكة بخيزه والقرقع وتمشي مع الشوكولات وتمشي مع القرقع يجيزون بزف بزف فنحتاج نحتاج الكريمة نحتاج الكريمة بيضات وزيت وزيت وحصر الملمة وحفنة عامرة وخاصة يكون مصهد بارد ومهرمش يكون مهرمش لكيكة ومهرمش ومعالقة وحفن شود وخمارات النهائية نطربوهم زيان حتى يقوليونا كريمة تبقاش يبقى نهائيا لون ديال البيض هدي وصير باش انه طلع لنا مزيان بنسبة الناس اللي ما تعزلوش صفر على البيض اكيدا نميكي نديرو بيض البيض فاكتايا كاتهشش لنا وكاتلع لنا الكيك ولكن بالنسبة انه دائما ما نديروش غير جوجبيضات نخلطوهم نزيدو ثانيدة ونطحنو دغية ونزيدو مثلا المقادير مع بعديتهم الخريلة ناخدو جوجبيضات مع كاس ديال كريمي معلك وفي نفس الوقت بيض ما كيتبقاش بان نهائيا ديال المحط ديال البيض وفي نفس الوقت ديال البيض سانيدة كتدوب مزيان حتى كننجحو هاد القادية ديال البيض سانيدة عاديك ساعة كنبقوا نزيدو الاضافات الاخرين قلنا جوجبيضات نطربوهم مع كاس ديال سانيدة مليتلعونا يطربونا مزيان نزيدو كاس ديال نحنا كنخلطو ثم ما غدي نزيدو جوجكيسان ديال نزيدو واحد الحفنة عامرة ديال القرقاع مهرمش ومعلقة ديال القرفة ونخلطو هاد شي كلو مزيان وغدي نزيدو جوج خمارات يعني ديال الحلوة والدقيق اللي غدي كفانا باش نجمعو العجين من نوع الجيد خاص بالحلويات صافي العجينة كتكون ديال الكيك يعني ماشي خفيفة وماشي تقيلة بزاف صافي مباشرة كناخدو المول إما طويل مستطيل مرباع دائري على حسب رغبة ديالكم أولا فارديين وكنفرغو هاد العجين ديال الكيك بعد ما كنكونو ندهنناه إما بزيتو رشينا بطحين أو لا القاعدة العادية وانا ندهنو بزبدة ذاك المول وندخلوه المجمد الكنجيلاتير ونخليو ريتما أننا نصيبو هاد الكيكا فما كنجيو فين نساليوها كنخرجوها من المجمد هاديك القالب اللي إحنا دهنناه بزبدة صافي كنجينا الأمور سهلة ثم كنخويو هاد العجين ديالك وكندخلوها الفران كالطيب وكاتحمر كل سيدة على حسب الفران ديالها واش ديال القاز ولا ديال الضو وكمشو كنحضرو الكريمة بالنسبة للكريمة غادي ناخدو كاسرونة دعلي البارد يعني باقي مش عناش على العافية غادي نديرو فيها نصيترو ديال الحليب مع جوج مع القبار ديال نشا مع جوج مع القبار ديال الساني دا مع ساشي ديال الفاني غادي ننخلطو بسباتول اولا بدك تراب ديال السلك اليدوي حتي تخلط لنا بزيان هاد الشي في البارد باش ما تكورش لنا فاش نديرو في سخونية ديال البوطة فقلنا بنسبة للكريمة بحال كيف كان نحضرو مها الليبية نصيترو ديال الحليب جوج مع القبار ديال نشا جوج مع القبار ديال الساني دا ساشي ديال الفاني نخلطو مزيان ونضيرو فوق العافية فوق البوطة ونحركوا 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 ونقضوها بسباتول كباش تجي كطبقة وندخلوها تلاجة تبرد شوية هادك الطبقة وعال العموم هاد الكريمة كتجي بحال مهلا بيعني كتجي واقفة غيروان بردوها واحد شوية في تلاجة ونخرجوها لكم الاختيار يعني نديرو صلصة ديال الكراميل ممكن ندوبو شوية ديال الشوكولات ونديرو رقيق ونديرو صلصة ديال الكراميل كخطوط ونرشو بالقرقع مهرمش فاليكم الاختيارة كتجي يعني هاد الكيك يجي بنين بزاف والطريقة دياله سهلة عني نختم معاكم شهده ملحة وهذا اقتراح من المستمعانة ديال ام ايا ومعاد اللي كنشكرها كدلك حتى هي على انو كتتاخد بالوقتها يعني مش يغفتح ديال الوصفة وإنما حتى في الكتابة ديالها فتحية ومشي كل السيدات اكيد من خلال برنامج مطالبة على انو مكتبوه لكن اه كان واحد المجهود يعني زايد شوية فضروري على انو نشكره اه اه المستمعات على المجهود ديالهم وتبارك الله كل واحد كيفاش كيرتاح كل اللي عنده الوقت وكل اللي في نفس الوقت عزيت عليه انه ياخد من وقته ويكتب الوصفة باش تبقى اه يعني بالصوت وبصورة ومكتوبة اه ويستفدوا منها جميع السيدات وكل واحد يرجع لها في اي وقت فتبارك الله على كل الحدقات المغربية والنسبة للك الشهدة الملحةrato ريح كلا القوصة زيتا المقاذر garbus ونسكاس ديال الماء expected معلقة صغيرة ديال ساني هذا خبيصة ملحة معلقة صغيرة ديال خبز ك euchبط Undeال البيض Wa jullieOND هذا هوها العديد من الماء نسكاس ديال حليب ديفي نسكاس ديال زيت نسكاس ديال الماء يعني نعقله نسكاز من حليب دافي من زيت ومن ماء مع القاة صغيرة ديال الثاني دا قبيصة ديال الملحة مع القاة صغيرة ديال الخميرة الفورية حوبيبات تكون عمره شوية وبيض ديال البيضة والدقيق اللي غادي يكفانه باش نجمعه العجين ودائما طحين يكون من النوع الجيد الخاص بالحلويات مغرب المزيان هادي هما المقادير بالنسبة للطريقة ونخلطه مع نسكاز ديال الزيت نزيد عليه نسكاز ديال الماء مع القاة صغيرة ديال الساني دا قبيصة ديال ملحة مع القاة صغيرة ديال الخميرة المعجونة ديال khubz الحوبيبات عمره شوية وبيض ديال البيضة ونخلطه هاد شي كله مزيان وبدو ندخلو الطحين شوية 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 حتى تجمعنا العجينة دائما تحكموه في الطحين حفنة بحفنة نبقاو نزيدو وحنا كنخلطوه يعني ايد كنزيدو بها حفنة ديل الطح يجب أن نضيفه أيضاً إلى طحين نضيفه في المقادير نضيفه حفنة الأولى نضيفه حفنة الأولى نضيفه حفنة الثانية وحفنة الثالثة تنشوفو على انو سفي العجين ديال الشهده راه واجد سفي غادي نغطيه بلاستيك الغذائي نخليه كي خمر واحد خمسة وعشرين دقيقة ولا عشرين دقيقة تقلبها نتوله تساعة ومن بعد ندوذل للحشوة باش يكون واجده باردة باش ما تقطعش نالعجينة غادي ناخده في مقلة فيها شوية ديال الزيت غادي نديرو بصلة محكوكة او لبصلة مقطعة رقيق مشلدة رقيق غادي نزيدو خيزو محكوك والقرعة محكوكة ممكن نزيدو الفلاف الألوان هو بنسبة الحش كلي ديال حشوة فيكواتب البصلة وخيزو فاعلا حسب الرغبة ديالكم نحن بصلة مقطعة رقيق الكفتة غادي نحتاجو خيزو محكوك وقرعة محكوكا نحتاجو الفلاف الألوان بقطعين نحتاجو شوية ديال ارباع مقرد قصبرو مع دنوس وغادي نحتاجو شوية ديال عطرية او تاني في العطرية كل واحدة شنو تيبغي كلي تيبغي تحميرا تكون غالبة كلي تيبغي شوية ديال خرقوما يكون غالبة ملح لبزارة معروف شوية تحميره او خرخوم البلدي على حسب الرغبة شوية من سلسط الصوجة و اما الشونية او الهريسة الحارة فهذا كله نجعله تشحر في الزيت و كيف قلت لكم الحشوة على حسب البصلة او الفلفلة مع الكفتة او خيش القرعام حكوكين مع الكفتة و البصلة حتى هما يأتيون مزيانين سوف تبقلوا بالعطري مع شوية القذور مع النوس مع شوية من سلسط الصوجة نجيبوا هاد المقادير هاد المكونات حتى كيتشحروا لينا سوف نديروهم في واحد شبيكة كيتتقطرو خيكون شوية ديال الزيت من الاحسن نديرو هاد القادية وتعودوا عليها في اي حاجة سواء في البصلة الدجاج او لا غيره دائما نديرو ديك شبيكة و نخليوا هادوك المقادير تسقطروا مزيان او لغنعمروا اي حاجة غادي نعمروا فاطرة بأي حشوة او لورقات البصلة او لبريوات نحاول نديرو شبيكة و نخليوهم كيتتسقطروا مزيان و نعصروا بسباتول حتى تنشف لنا هديك الحشوة سوف يديك الساعة غادي نرجعوا اللي عجينا اللي خليناك ترتاح واحد تولوت ساعة غادي ناخدوها غادي نشكلوها على شكل الكويرات كل كورة غادي نديروها فالكف ديالي يدينا نبسطوها واحد شوية و نعمروها بمعالقة كبيرة حتى الجوج معالق على حسب الكويرات قداش درناهم كاللي كيبغي الشهدة صغيرة و كاللي تبغيها متوسطة فغادي نعمروهم بالحشوة و ممكن جوج الحوايج اما على هديك الحشوة نحكو الفرماج الحمر او لموتسار الله او لشيدر او للي عندكم حكو محكوك و خلطو بديك سخون يعني طفيتو على العافية في هديك المقلاد اللي فيها الحشوة نزيدو الفرماج و نخلطو سافي رحكا تتتي تعلق لينا كيف ممكن انكم مثلا تديرو هديك الحشوة تديروها في الكويرا يعني تبسطو ذيك الكويرا يعني العجينة اللي قد تعنا لشكل الكويرا شكل الكويرا غدئين تبسطو تيدنا نديرو الحشوة نعمروها بشو ديك الحشوة و نديرو طريف ديك الشوكولات اولا تريف ديك الفرماج اولا لذو واحد الحفنة صغيرة ديال الفرماج محكوك و نديروها إما طريف مقعد مكعب إما الفرماج محكوك و سافيولول وبوها هاديك الكويرا اللي نبوها ستبقوا عبدال شكل k job ونبقوا غادي حتى كنكملوا حتى كنكملو الكويرات كاملين ديالاجينة كنعمروهم بالحوشوة كنعمروهم بالفرماج كناخدو المول الدائري المول مربع ديالشهده يعني هادي المول لي كيكون مربع او لدائري ندهنوه مزيان وغادي نحاولو نستفو في هاد الكويرات را نديروهم تباعدين هم مرة غادي يخمرو مرة اخرى وغادي يطلعو مع بعدياتهم صافي وغادي يتلاسقو ثم قلنا بعد ما استفناهم في المول نخليوهم يعني يرتاحوا واحد شوية ومبعد غادي ندهنوهم صفر البيض نخلط مع قطرة ديال السلسة السوجة دائما صفر البيض قطرت مع صفر ديال البيض كعتنا واحد اللون يعني صراحة اللون اللي تنبغي واللي تعجبنا اللي تنشوفوه في المخبازات فصفر ديال البيضة قطرت ديال السوجة نخلطوهم ندهنو بشي تلوجه والجوانب ديال هاد ديال هاد الشهدة سافيوك نرشو بالزنجلان او لا ممكن كويرا نديروها بالزنجلان وحداها كويرا فيها البافو زنجل البيض او لزنجل العادي والبافو الخشخاج ونبقا وغادين كعتا واحد المنيدر مهمة لاحسة برغبة ديالكم وكتدخلوهم الفران ترتاح شوية كتدخلوهم الفران يعني نخليو ميرتاحوا مرة اخرى وعاد كندهنوهم صفر ديال البيض مخلط مع قطرة ديال السوجة ونرشو بالزنجلان مباشرة نسخنوا الفران وكندخلوهم يطيبو وكيتحمرو لنا وراه كي يجيب صراحة شهداء مالحة عائلية ممتازة جدا بنسبة لغوتي تتعجب لوليدات وانتوما كدلك تفنوا زدوا الاضافات اللي بغيتوا بنسبة الحشوات اللي بغيتوا في هاد الشهداء نتمنى تكون وصلتكم هاد الاقتراحات وبصحة والرحة اشتركوا في القناة